بعد عودة مترشحي الرئاسة أدبيبة وسلامة لغويل وخالد شكشك عقيل صالح يلتحق بالركب ويعود رسميا للسلطة رئيسا لمجلس النواب وسط غموض متزايد حيال مصير الانتخابات عودة رئيس مجلس النواب للعمل اعتبرها كثيرون بمثابة رصاصة الرحمة على مسألة إجراء الانتخابات في المدى القريب وتنذر بمرحلة انتقالية جديدة وغير واضحة المعالم تعثر الانتخابات وعودة المترشحين لعملهم السابق قد تكون تفسيرا عمليا لللقاءات السرية التي جرت مؤخرا بين عقيلة والمشري في المغرب بهدف تغيير الحكومة وربما خارطة تحالفات سياسية جديدة في البلاد مع الاتفاق على تمديد المرحلة الحالية حيث عادت مسألة الاستفتاء على الدستور من جديد للواجهة كمادة دسمة لهذه اللقاءات وشكلت لها لجان بين الطرفين دون تحديد أي سقف زمني للفصل فيها وهل سيجرى الاستفتاء مباشرة عليها أو تعديلها بينما لم يناقش أي توقيت لإجراء الانتخابات ومناصير القوانين الحالية قد تجعل عودة عقيلة منها أثرا من الماضي قوانين وصفت بالمعيبة أدت إلى تعثر الانتخابات بسبب الثغرات القانونية فيها وعدم وجود الحد الأدنى من التوافق بين الأطراف السياسية اللي بيتيحية لها تساؤلات العدة فجرتها عودة المترشحين لعملهم أبرزها هل ستجرى انتخابات في القريب المنظور وهل صار الهدف من الانتخابات هو إنهاء الأجسام الانتقالية دون تصور للبديل ترجمة نانسي قنقر